نكملين مع حضراتكم النهاردة كمان مشاركتنا في حملت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات نهاردة نتكلم مع حضراتكم عن إزاي يتم تأهيل المدمنين نفسياً ودمجهم مرة أخرى في المجتمع وإزاي كمان تتعامل معاهم خلال فترة الإدمان وزاي الأسرة تكون بالنسبة لهم مصدر للدعم والمسندة علشان يقدروا أنهم يتعافوا بشكل نهائي من الإدمان ورحب بضفنا لنهاردة نهاردة في الستوديو الدكتور وليد هندي استشارة طب النفسي صباح الخير على حضرتك يا أهلا بيك الصباح الخير صباح الخير عليك دايما أهلا بيك الصباح الخير عليك دايما صباح جميل الطريقة المسلى للتعامل مع شاب أو فتاة مدمن داخل الأسرة من غير وعظه من غير يعني ماكون بوبكه لأنه أحياناً الأسرة من كتر صدمتها من كتر خفها من شبح الإدمان وتبعاته بتكون يعني مش بتقدر تكون الداعم اللي المفروض تكون عليه لهذا المنت صحيح حضرتك قلتش كلمة حلوة قوي الطريقة المسلى من غير وعظ ومن غير عنف برضه لأن الأسف قبل أن يصبق الوعز بنبتدي نضرب ونبتدي ننكل به ونعطب بعض الألفاظ الغير المستحبة اللي بتثبت السلوك الإدماني عنده فمهمة قوي أنا لما لايه أن تثبت السلوك الإدماني طبعاً لأن خلاص رد فعلي لو كان عنيف يثبت السلوك لأنه هو خلاص يقولك أنا عملت وخدت العقاب خلاص مرومش عندي حاجة وعرف آخر العقاب بتاعه إيه؟ ضرب ولا تنكيل ولا زجر ولا إهانة الآخر الكلام ده بلص إن هو بيصب التجريس الاجتماعي يعني الناس كلها بتبقى عارفة خلاص إن البيت بقى فيه مدمن فمتبقاش فرقة معاه فمهمة قوي قبل الوعظ إحنا ما نعملش عنف مع ابننا اللي عنده إدمان أو اللي هو داخل في الإيدكت بلص بقى إنه دايماً بقول إيه؟ لو أنا عندي ابن متفوق في كل الطب وواحد تاني مدمن وما دخلش كلية ودخل معه دي عالي أو ما نفعش في التعليم الأحرى بيا كأب من اللي محتاجة عملية هلبنج أو المساعدة؟ المدمن الغلبان المكسور اللي بيعاني من موقف إشكالي أو من تأزم ده اللي أصوب بيا والأحرى بيا كأب اللي أنا أمد ليه دي العون دي حتة مهمة قوي لازم الإهالي يبقوا عارفينهم ومهمة جداً لما نيجي نقعد معاه مفيش حاجة اسمها إجبار على العلاج إجبار على العلاج ما بيتعالجش حتى القانون بيجرم ده وإجبار على العلاج حتى لو تعالج بينتكس انتكسه تبقى أسرع من أي حد تاني وبناء عليه الإقناع يعني مهمة قوي نقعد مع ابننا نفهمه خطورة اللي هو فيه يعني العلاج هنا علاج نفسي وليس علاج فيزيكال يعني أو عضوي قبل الفيزيكال خالص لازم أسبب له قناعات أنه يروح يتعالج القناعات دي بتبدأ بنقول له خد بالك إحنا مثلاً داخلين في الجامعة بيبقى فيه كشف دوري على الطلاب في الجامعات في المدن الجامعية فأنت حتفتقد هبتك أو وظيفتك الطبيعية كطالب أو ممكن تتطرب من المدينة الجامعية ممكن ما تكملش تعليمك لما تيجي تشتغل القانون يتعدل قانون 21 دلوقتي بقى بيقول أن أي موظف علشان خطر يشتغل لازم يعمل كشف تحليل عن المخدرات بلاصه أنه بيخضع للتحليل الدوري فنقول له خلي بالك من دي دلوقتي بقى فيه حملات مرية مكسفة في الطرق للكشف عن المخدرات فبنقول له أنت ممكن تقع في أقوبة اجتماعية نقول له خد بالك حتيجي تتقدم لوحدة بعد كده حتعرف أنه أنت مضمن مخدرات مش هتتجوز فبالتالي هيبقى فيه عنوسة ولو تجوزت حيبقى فيه هجر حيبقى فيه طلاق حيبقى فيه تشارط للأبناء حيبقى عليك دعاوي قضائية زي النفقة وحاجات كثير جدا تخلف عليك مشاكل قانونية نفهمه خطورة الموقف اللي أنت فيه إيه نفهمه اللي أنت النهاردة لو بتتعاطى بكرة يزيد معك التعاطى معكش فلوس حتستدين حتتبع على نفسك إصالات أمانة حتبيع ممتلكتك الخاصة حتسرق مننا وبعد كده تسرق من الغير فده ينزل بك برضو العقاب القانوني يعني أبتدي أنا أهز وجدانه وحسسه بخطورة الموقف اللي هو فيه وبالتالي أوصل أنا هو للصياغة في طريقة العلاج العلاج بقى نبتدي يختلف حسب نوع المخدر وحسب طريقة التعاطي وحسب العمر بتاعه لأن كل حاجة من دي بيبقى لها أعرض انسحاب معينة ممكن تبدأ من شهر في المستشفيات وتنتهي بستة شهور وإن كان خطورة الإدمان اليومين دولت إن حاجتين النزول بسن المدمن يعني مصر إنه هو تبقى سن الإدمان عندها 11 سنة عملية صعبة قوي اللي هو سن مرحلة السنوية العامة ومرحلة الجامعة وعشان الناس ما تتخضش ده بقى السن العالمي يعني عندنا في بريطانيا آخر إحصائية السنوية عامة عند 14-15-11 سنة إحنا كده بنتكلم على العداد دي آه يعني بداية التعاطي إنه بيبقى إدكت إدكت من أول السنوية العامة وطبعا الإعداد لإنه يلاقي خطورة بمكان اللي هي مرحلة انفصال من التفورة للمراهقة بيقاليها بعض المشاكل وأصدقاء السوق وإرية كبيرة ممكن نتكلم فيها بس إحنا بنتكلم الأهالي اللي بيسمعونا يخلي بالهم من سن 11 سنة تابع المتغيرات اللي موجودة على ابنك شوف شحوب الوجه بعد ما كان وشه دي لمعة وكان جميل خد بالك من شحوب الوجه خد بالك من الهالة السودة اللي تحت عناه خد بالك من إن هو يبقى مش قادر يقيم دماغه يعني في حالة من النعاس دايما بنشوف عنده مشاكل في المخاط بتاع المناخير كل شوية مسك مناديل نقوله أنت عندك جيوب أنفية وإحنا مش واخدين بالنا دي كلها علامات ظاهرة جفاف الفم دايما يبقى عنده بيبلع ريقه وبين جفاف الفم ممكن يبقى عليه بعض التقرحات في الشفايف في اللسان دي كلها لازم يبقى عنينا عليه صوابع من قدام بتميل الإصفرار لأنه في الغالب بيكون بيدخن بيشرب سجاير بيشرب شيشة بياخد المخدر عن طريق التعاطي بالإيد فنخلي بالنا من ده نخلي بالنا من الإيد هل فيها علامات واغز للإبر ولا لأ بيدخل الحمام كتير وعنده إمساك ولا ما عندوش بيمر بحالة إعياء ولا مش بيمر عنده أرخ بالليل ولا ما عندوش اللبس بتاعه بقى متغير وبقى يلبس اللي موجود قدامه ومش اللبس المهندم اللي هو معتاد عليه ولا لأ التأذر الحص حركي لما بيجي يتكلم هل لغة الجسد مشي مع الكلام اللي بيقوله فيه توافق حص حركي ولا بيتكلم بأدين وبرجلين وبعصبية هل بتجيله نوبات من الهلع نوبات من الفزع نوبات من الصرع دي كلها أمور لازم نخلي بالنا منها والأهم نشوف صحابه مين لأن دايما المدن بيبقى قاعد محاض ببيئة إدمانية تلاقي كل صحابه متأخرين دراسيا بيزواغوا من المدرسة أهليهم غير راضية عنهم عندهم مشاكل حسوهم عالي بيبقوا نفس الشكل فنخلي بالنا هل ابني محاض ببيئة إدمانية ولا لأ عشقا بديتكلم في سن المراقة ده سن خطير جدا إنما لما احنا نشوف العلامات دي ونشوف إن الابن بتدى يتعطى المخدرات الأهم اللي حنعرف نوع المخدر ليه لأن مصر من بعد أحداث يناير في 2011 دخل فيها ما يقرب من 700 نوع من المخدرات المخلقة اللي هي بتتلف خلايا المخ 700 700 نوع إحنا ما نعرف يعني حاجات الـ 2-3 لكن 700 700 أشهرهم الشاب والاستروكس يعني دول أكتر حاجة دلوقتي مموضة ويمكن في كل الحوادث اللي احنا بنشوفها حوادث مروعة وغريبة على مجتمعنا بيذكر فيها أسامي المخدرات بالزبط لأنها بتعمل تلف في خلايا المخ فبيروح في غيبوبة حسية وبعدين الأخطر إنها بتنمي عنده السلوك العدواني لسه قريب جدا في إنا واحد أخد استروكس دخل قتل تلات أخواته ضربهم بالنار ومش مدرك هو مش راخد باله وبنشوف حوادث طرق كتير جدا صعبة جدا صعبة جدا لأنها بتنمي السلوك العدواني بتعمل تلف في خلايا المخ يعني ما عادش زي زمان المخدر اللي بيعمل بلدة حسية وإلا في الإنتاج ويعمل كسل ما عادش ده لا خلاص بقى فيه نقلة نوعية في السبعمائة نوع اللي هما أختارهم من السلوك والشاب إنه هو بيعمل سلوك عدواني بيضمر خلايا المخ بيؤدل السلوك الانتحاري بيخلي الواحد ممكن يرتكب جرائم وهو مش دريان طب يعني ذكرتك كلمة حلوة قوي قلت الاحتواء يعني قلت قبل العلاج الفيزيكي أو العلاج البدني يعني أو يعني تخليص الجسم من السموم أهم حاجة الاحتواء أدينا رشدتة للأسرة المصرية كيف تحتوي ابنا مدمينا في سن مبكرة تعمل إيه يعني ربما حركت كلمت عنه بشكل مستفيد بس أنا عايز نقطة محددة دكتور بقى ورشدتة وكده يعني طبعا يعني إحنا نمرأ واحد نهجي من روءه يعني نفهمه إحنا معدناش مشكلة لأنت تعاطيت خلاص خلنا نبدأ بقى العلاج خلنا في بكرة خلنا في اللي جاي بكرة إنت دلوقتي بقى لك أدي إيه بتاخد المخدر ده وإيه نوع المخدر اللي إنت بتاخده عشان نشوف نقدر نعالجه في البيت ولا حنستعين بمتخصصين ما صح أهي طبعا أكد له إن أنا عايز أستعده ومش عايز حاجة تاني مش عايز أزي طبعا أنا عايز أستعده لأنه هو أغلى حاجة عندي أنا لحفي زجر ولا تهديد ولا وعيد ولا إن أطرده برا البيت لأن دي الأخطر إنها أطرده برا البيت وابتدي أجفف منابع الإدمان إزاي لو أنا كنت بديله أصدقاء السوق أمنع بديله فلوس كتير أخلي بالي بالمناسبة من أكتر أنواع المخدرات انتشارا في الكامل سنة الأخيرة ما يسمى بالمخدرات الرقمية فنخلي بالنا برضو مع أولادنا ولا سيامة في سن المراهقة هاي المخدرات الرقمية على الإنترنت يعني هقول لحضرتك الموسيقى يعني كان زمان من حوالي 40 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية لما يدخل مريض عنده هياج عصبي ما كنش بيدوله حقا مخدرة كان يحطوله سماعات في ودانه بتركات موسيقية معينة بإقاع معين بمعدل جيسيبل معين يشتغل على الجزء اللي في المخ اللي مسؤول عن إفراز المادة المخدرة فيفرز المادة المخدرة فيهدى من حالة الهياج ويبقى عادي في اللحظة اللي بكلم ساعدتك فيها دي على جوجل فيه 3600 قطعة موسيقية مخدرة مجانا تقدر التخدير بس دي أنا يعني والله يا دكتور أنا سمعت الحاجات دي مش محسيتش إن فيها أي حاجة إن هي موسيقى بتمشي كأنها زي بلسة كده كأنك بتسمع نوع من أنواع اسمه إيه عارف جهاز القلب هو حاجة كده لكن أنا مش يعني معرفش يعني إزاي بيتم تخدير شخص بدي يعني أنا اعتقدت والله إن هي موسحة لا لا إطلاقا هي بتلعب بتنشط خلايا المخ المسؤولة عن التخدير وساعات يتوفر لها بيئة محفزة يعني يعني يعادك في مكان ضلمة بتشوف مثلا حاجات الجيم والفيديو جيم اللي موجودة في الأماكن الشعبية بتلاقيها ضلمة قوي بتبقى بيئة محفزة يقولك اشرب مثلا معاها ميا كل شوية يعني ساعات يعمل تنشيط لخلايا المخ بمساعدة خارجية في بعض الأحيان ده خد ما هو أسوأ ده في قطع بفلوس بكريت كارد القطع دي بتقولك ايه أنا دلوقتي لما أخد موسيقى مثلا الشحنة الكهربائية بتاعت المخ بتختلف وإفراز المادة المقدرة عن الهيروين طبعا بتختلف عن الأفيون بتختلف فبقى في دلوقتي قطع موسيقية مقدرة بأنواع المخدرات دي بكريت كارد فنخلي بالنا برضو لازم أولاد من أبقوا عارفين بيسمعوا ايه نفيش حاجة اسمها ابن السماعة فردنه وسايبه ده على اليوتيوب بالضبط طيب مع اكتشافي لوجود مدمن وأنا دلوقتي بفكر هنروح للدكتور لعلاج الإدمان ولا لا هل أنا المفروض أفكر على طول في تأهيل نفسي إن هو بيعمل يحتاج تأهيل نفسي قبل التعافي من الإدمان ولا مع التعافي المحمين ولا بعد التعافي من اللحظة اللي بعرف فيها إن هو إدكت أو متعاطي أو مدمن لازم تأهيل نفسي معاه فتح الجسور من الحوار بس الطمأنينة تغيير الستايل لايف بتاع الحياة يأكل كويس نبتدي نفهم الأم والمحطين دلوقتي في عرض انسحاب لو تعصب لو تشنك نعمل معاه إيه لو تنرفز علينا نستوعبه أو نمتصه والآخر الكلام ده إنما إحنا ما نحاولش ننكل به ولا نعقبه إحنا بنجفف المنابع الأول وبنقوله يلا بنا نساعدك ونلجأ المتخصص ويبتدي بقى المتخصص ده وات يشوف نوع المخدر نسبة التعاطي فيه قد إيه الوقت اللي تعاطى فيه بقى له قد إيه السن بتاعه لأن كل سن بيبقى ليه توقيت في الانسحاب السن الكبير بيغيب شوية غالباً بيقعد من شهر لست الشهور وإن كان في الستروكس ممكن يوصل لسنة فلازم يخش يتعالج ولما يجي يتعالج بقى حتة مهمة قوي نسبنا من الناس اللي هي بتثرة أو بتتغنى على حساب ألام الآخرين لأن فيه مصحات غير معترف بها إطلاقاً لأنه مصحات بير السلم بتبقى غير مرخصة بياخدوا أماكن في الصحراء أماكن بعيدة محدش بيوصل لها بسهولة وبيخلي مدمنين سابقين هم اللي يقوموا على عملية الإدمان وبيجيب أدوية رخصة السعر محلية الصنع مش موجودة في شركات كبيرة نوعية التغذية اللي بيقولها المدمن اللي هي المفروض تخلي عنده تعافي ما بيحصلش الكلام دوت اللي بيشرف عليه غير مؤهل وغير مدرب وكمان معهش هادات أكاديمية الكلام ده كله بيبقى كارثة مقابلها فلوس وفلوس خبيرة جداً بتوصل في اليوم الواحد لعشر تلات جنيه أحياناً فتخلي بالنا في المكان اللي احنا رايحينه مفيش حاجة اسمها شحن ده مخالف للقانون نجيب ناس تضربه وتخطه في عربية وتكتفه الكلام ده مخالف للقانون تماماً ومش موجود القانون بيجرمه واللي يعمل كده يعاقب وفق قانون الإجراءات بتاع العقوبات في القانون المصري فنخلي بالنا من المكان ايه هو؟ نشوف ترخيصه نشوف القائمين على مقدم الرعاية نشوف هل البرنامج اللي بيقدم لابني برنامج متكامل ولا لا؟ يعني فيه الانسحاب هو ايه برامج التأهيل للمدمن يا فتر نمر واحد الانسحاب المخدر من الجسم وده بيأخد فترة بتبدأ من 6 أيام أو من حوالي أسبوع ممكن توصل لتلت شهور حسب نوع المخدر يعني لو عندنا مثلا الحشيش 10 أيام أفيون 15 يوم وهكذا بيبقى ليها بلان بتبقى معروفة نمر واحد نمر اتنين بنبتدي نشوف بقى العلاج الكيميائي العلاج الدوائي اللي هو بيأخده ايه هو؟ نمر اتلاتة هل فيه جروب سيربي جامعات جروب سيربي بيتم العلاج بيها؟ هل فيه سايكو دراما وطريقة مسرح مرين وإسقاط المشاعر الإدمانية على العمل مسرحي بيتم في المكان ولا لا؟ انعكسات ده ايه على المريد؟ ده انعكسات بصي حضرتك فيه حاجة اسمها طريقة لعب الدور ايه طريقة لعب الدور؟ أنا ممكن بيعتريني مجموعة من المشاكل الداخلية مش عارف أعبر عنها للمعالج النفسي لما شوفها في أداء الدور اللي موجود قدام مني على المسرح بتعملي تنفيس فعالي لما شوف المدمن اللي على المسرح وهو بيونكل بي وهو عرض الانسحاب بتبقى عاملة ازاي؟ مشهد تاريخي العادل إمام في أحد أفلامه بتاع النمر والأنسة لما كان بيطعطها مخدرات المشهد ده روع ناس موجودة وقتها جلنا احنا انه يقبل على المخدرات علشان ما يبقاش في المنظر ده ده بنستخدمه في السايكو دراما بنعرض حاجات زي دي فيبتدي يشوف القثم اللي ممكن يقع فيه وتبعاته عليه فيتلشاه السايكو دراما دي مهمة قوي الجروب سربي مهمة جدا والأهم ان انا اعمله توافق مع البيئة الخارجية يعني ممكن نلجأ مثلا للوعز الديني حد يخش يتكلم في ناحية الدين شوية نلجأ لأخصاء اجتماعي يدرس الحالة الاجتماعية وعلاقاته الأسرية تهيئة الوالدين بقى ده جزء مهم جدا في إعادة التأهيل اللي انا ازاي ادمجه مع الأسرة ازاي اجيب الأسرة فهمة اللي انت عندك واحد في مرحلة تعافي يلعب رياضة ازاي يقوم بالنهار يتعرض لضوع النهار ازاي الاكل المفروض يكله ايه هو اصدقاء السوق نخلي بالنا منه بقدر الامكان نقضي نفسحه نطلعه برا نغير البيئة الخارجية والوساطة الاجتماعية اللي موجودة بنشوفه هل هو طالب فاته دروس معينة فعشان ما يجيوش احساس بالدسابيلة او بالعجز او نوع من الفشل فنحاول نعوضها لناحية التعليمية بالمنصة الالكترونية ببنك المعرفة بحاجات موجودة على اليوتيوب لو هو المفروض يشتغل بنعمله اعادة تأهيل للعمل ومنخليها تواصل مع مراكز التأهيل المهني اللي موجودة ونحاول نشوف له بعض الوظائف وبعض المؤسسات دي كلها امور مهمة جدا علشان يرجع تانيا انصهر في بوطاقة الجماعة يبقى فيه دمج مجتمعي لا يوصم بواصمة اجتمعية غير مرغوبة ويبقى مواطن سوي انا مش عاوز اقولك الارقام اللي موجودة قد ايه يعني اخر احصائية من الجهاز المركزي للتعباء العامة والاحصاء قالك 14% من المصريين بيصرفوا ما يقارب من 98 مليار جنيه سنويا على المخدرات فشوفي اهدار الدخل الفردي والدخل القومي عمل ازاي واهدار التقل البشرية عمل ازاي فالمخدرات نار تحت الرمض وشره لما تعلمونا عظيم اسباب الزيادة على النسب دي النسب بتديك دلالات كتيرة جدا لا اسباب الزيادة ايه اسباب الزيادة بص حدودك حاجات كتير جدا اهمها الانفتاح اللي موجود احنا كنا زمان اولادنا بنربيهم دول اربع جدران دلوقتي فيه حاجات تانية بتربي الابن بيسافروا بيروحوا بيتحرك المجتمع التسع قوي كتير جدا في علاقاتنا مع اولادنا بنسيب الاولاد تنمو مش بتتربى يعني بتأكلوا بنشربوا ننودي مدارس ننودي نوادي ونجيب التابلت وخلاص معتخذين اللي احنا كده اولادنا في احسن مستوى ما فيش علاقة الوجه للوجه ولا سلوك الانسانة ولا بس الطماؤنينة ولا المتابعة ولا الاشراف ولا المشاركة كل دي مفاهيم اجتماعية بقت غائبة في الاولادة الاخيرة الدنيا بقت صعبة اولادنا سايبونهم للمجتمع من غير من اهلهم اللي هم يطلعون للمجتمع بتخلي اصحابهم من كل حد من وصوبة انا المفروض صحاب اولادي يبقوا من نفس البيئة بتاعتي من نفس النصخ الاجتماعي من نفس الصوبة اللي انا مرب فيها اولادي عشان يمعندهم نفس المفاهيم الانسانية والاجتماعية والخلقية وبالتالي ابني لما يدخل معاهم بنجنبوا ويلات شرور كثير جدا الحمد لله واسأل اعلام ملتزمة جدا مشاهدة المخدرات قلت ما فيهاش مشاكل انما في مرحلة ما قبل كان صحي كان على المشهد زي محضراتك طبعا والناس كلها كانت شايفاها صحي انما احنا بقلنا فترة الحمد لله متلاشئين الكلام ده اي فالاعلام كان عليه دور اه الاعلام المرئي دلوقتي في التلفزيون بقى منضبط ولكن يبقى اليوتيوب يبقى السوشيال ميديا احنا مش شايفين ده هو ده منحتاج فعلا جهد الاسرة في النهاية يعني احنا برضو منحي الحملة اللي بتقوم بها الشركة المتحدة لخدمات الاعلامية من اجل التوعية باختار الادمان وبنأكد ان ان تساقن ايضا مع هذه الحملة تم تجريم طبقا من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام المشاهد الخاصة بتاعات المخدرات وتحطي لها كود مخصوص في هذا الامر وربما حالة التنظيم اللي حصلت على المشهد الاعلامي اثرت كثيرا في المعالجة الدرامية لقصة طاعة المخدرات منشكرك قطور وليد هندي استشارة طب النفسي على كل ذي روشتات وكل ذي توضيحاتها وضحتها لنا في حوارك الخاص النهاردة لنا في صباح الخريمة شكرا يا فندي صباح جميل شكرا لك يا قطور